لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على سلمة وشقيقاته تبادلتنا لإطلاق النور على بعضهن داخل القصر مضيفاً أن إحدى الرصاصات من مسدس إحدى شقيقاته لم تصب الأميرة سلمة بالأصابة الملك محمد السادس وأشار الزابط إلى أن الأميرة فاطمة الزهراء عمبة محمد السادس كانت تعتبر الوسيطة بين أبرز المهربين في المغرب والقصر الملكي وبخصوص وجود مخطط لإغراق الجزائر بالمخدرات وتحويل الصحراء الغربية إلى معبر الكوكوين قال عبدالله العيسوي إلى أن تعليمات إغراق الجزائر بالمخدرات تأتي من المفتش العام للقوات المسلحة نيابة عن القصر مضيفاً في السياق ذاته أن الجنيرال بناني يقود هذه العملية